شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية وهي شركة مساهمة مصرية يأتي تأسيس الشركة بغرض إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية الرطبة ونظام المياه الذكي وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة مياه الري وذلك باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بما في ذلك مكونات الشبكة مثل محطات المياه والرافع والمتشأة المماثلة المتعلقة بالمياه أو مياه الصرف الصحي داخل العاصمة الإدارية الجديدة